اشتركوا في القناة خصوصا بعد أن أمر الملك عبدالعزيز ببناء قصر له في سنة 1349 هجرية الموافق 1930 ميلادية تحد محافظة الدوادمي من الشرق محافظات شقرة ومرات ومن الغرب محافظة أفيف ومن الشمال منطقة القصيم ومن الجنوب محافظة القويعية تبلغ مساحة محافظة الدوادمي 130 ألف كيلومتر مربع تقريبا وتحتل المرتبة الخامسة بالنسبة إلى محافظات منطقة الرياض من حيث المساحة يبلغ عدد سكانها أكثر من 200 ألف نسبة حسب تعداد السعودية 20-22 تقع معظم أراضيها ضمن لطاق ما يسمى بالدرع العربي ويبلغ متوسط اتساعها 215 كيلومتر تبلغ مساحتها نحو 30 ألف كيلومتر مربع تقريبا وترتفع عن سطح البحر 940 متر وسطحها منبسط تكثر في النتوآت الصخرية والهضاب الصغيرة وينحدر بنحدار سطح المملكة بشكل عام نحو الشرق والشمال الشرقي حيث تجاه معظم الأودية في المحافظة باتجاه الشرق والشمال الشرقي وتكثر على سطح المحافظة الجبال والهضاب والرمال والأودية ويبلغ أعلى ارتفاع في محافظة الدوادمي 1307 متر في جبل النير في أقصى الغرب منها كما يبلغ أقل ارتفاع سهلي لها 660 متر في أقصى الشمال الشرقي وتتميز الدوادمي بوجود مطار إقليمي بها أقدم نص صدور الدفيه ذكر الدوادمي في التواريخ المحلية جاء في حوادث عام 1215 هجرية عند ابن بشر وفي سبب تسميتها بالدوادمي أكثر من قول ويشير فيلبي إلى أن الكتابات السبائية الموجودة في جبل مأسى للجمح غرب الدوادمي تشير إلى أقليم مودام أو مودام واستنبط أن يكون اسم الدوادمي الأصلي الذي كان يدعى من حيث الأصل داء ورد يعني بئر المرض ذلك أن مستوطنيه الأولين الذين احتلوا الوادي ماتوا بسبب حمى محلية عصابتهم ثم حور الاسم إلى دوا آدمي أي رغبة الإنسان وكذلك يعتقد بأن تسميتها ناتجة عن كثرة نوع من الشجر يسمى الدوادم الذي يدبغ به وقد تكون هذه التسمية بسبب كثرة أشجار السمر والطلح التي تشترب بها المنطقة وهذه الأشجار تنتج مادة حمراء اللون كالدم تعتبر الدوادمي من المستوطنات البشرية القديمة في وسط الجزيرة العربية إذ تحمل جبالها ووديانها آثاراً ونقوشاً ومخربشات وصوراً للإنسان وبعض الحيوانات أبرزها صور باهتة لأسود بحجم كبير تنتشر حولها مناجم للتعدين والركامات الحجرية ومن أهم النباتات التي تكثر بالمحافظة شجر الرمث والعرفج والأثل والطلح والسدر والطرفة والأرطة والعشر والسلم ومن النباتات الموسمية الحوة والربلة والثمام والنصي والحرمل والثموم والنقيع والثيل والسعدان والأجلة والبقرة والكراث وغيرها ومن النباتات الفطرية الفقع والطرفوث افتتحت أول مدرسة ابتدائية في الدوادمي عام 1368 هجرية وأول مدرسة متوسطة عام 1375 هجرية وأول مدرسة ثانوية عام 1386 هجرية والآن يوجد في محافظة الدوادمي 291 مدرسة للبنين ومعهد علمي وكلية تقنية ومعهد للتدريب المهني وكليات تابعة لجامعة شقرة وهي كلية المجتمع وكلية العلوم والدراسات الإنسانية وكلية التربية وكلية العلوم الطبية التطبيقية وكلية الصيدلة وكلية الطب وكلية الهندسة كما أن هناك في مركز ساجر التابع للمحافظة كلية العلوم والأداب أما مدارس البنات ففيها 367 مدرسة ومعها تقني عالي للبنات تابع للمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني تتسم أراضي محافظة الدوادمي بخصوبة الأرض ووفرة المياه مما جعل منها منطقة رأي وتحطيب ممتازة قد أسهم موقع المحافظة وتوسطها في المملكة والتقاء طرق عدة على أراضيها ألجعل موقعها استراتيجيا بامتياز تم بحمده تعالى ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر